السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لها يوم الثلاثاء 25 حزيران يونيو القمر اليوم استقر في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 6 و7 دقائق من صباح اليوم الغد الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة الأخبية وهي منزلة سعد الأخبية هي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و38 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر بما نستقر في برج الدلو معناته اليوم منشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة دائماً لازم نكسر الروتين نبحث عن شيء جديد يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها بعض الأشخاص بيودوا الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة لحياتهم وبيميلوا الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وبإمكاننا تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً اليوم عنا زاوية وحيدة وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 10.29 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الظاهرة تقريباً وبتستمر لصباح اليوم الآخر بتخلق لدينا هاي الزاوية شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن تعرض البعض للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 10.29 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و7 دقائق صباح يوم الغد الأربعاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها أيضا يوصى اليوم بإجراء عملية جراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل وأيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار طبعا ذكرنا أنه خلو المسار من الساعة 10.29 دقيقة من مساء اليوم بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 6.7 دقائق من صباح يوم الغد الأربعة بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 19 يوم الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة 82% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22.7 سعيد بنسبة 30% القمر في الدلو حتى يوم 26.6 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 15% ساعة الصباح منتحس بنسبة 40% ساعة العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في السرطان حتى يوم 22.7 سعيد بنسبة 100% الزهرة في السرطان حتى يوم 11.7 سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور حتى يوم 27.7 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19.7 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% قرى نصف الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة واليوم أجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت وحاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال أو انتقال القمر يوم الغد لبيت متعبك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك لأن الظروف ضاغطة وممكن اليوم يحمل لك فرصة لعمل مهم أو لقاء مهم اجتماعي وبدك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبوسعكم اجتياز امتحان أو تقديم طلبات أو ممكن تسافر أو توقع عقد أو تروج لمواهبك أو اهتماماتك كون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة وحاول انك تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتنهمك اليوم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة برضو متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو تسوية مالية ولكن الأهم منك تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم وكونوا واثقين من نفسكم وكفائتكم وما تسمحوا لأي شخص بإنه يشكك بقدراتكم وممكن تنشغل بملف إداري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيتركز اهتمامكم اليوم حول موضوع الشراك لأن القمر موجود مقابلكم فابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو ممكن يكون في نوع من أنواع المصالحة أو حتى مراجعة بعض الأمور هاي فترة ضاغطة لأن القمر مقابلك فطاقتك ضعيفة فبالمقابل الإيجابية اللي ذكرناها يعني حاول أنك تكون حذر من الفضائح أو من العصبية أو الحدية أو المواجهات وحاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها أهم شيء أن تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وحاول أنك ما تدخل بأي مواجهات مع زملائك بالعمل بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق وتوتر نظم مقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا واجباتك اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب جدا لممارسة نشاط فني للتقارب مع الأحبة لا الاهتمام بالذات أو تحسين الأجواء أو بترتفع معنوياتك بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وممارسة الهوايات من أكثر أيام الشهر حظا يعتبر هذا اليوم فما تقف متفرج إسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول ضبط شونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وحاول إنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات أهم إشي ممكن يصير تصرف أو حدث أو عطل منزلي يستفزك وممكن تهتم لأمور تتعلق بعقار أو استئجار بيت أو حتى ترتيبات أهم شيء إنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات واللقاءات اليوم اليوم عندك قدرة عالية جدا على إنجاز كثير من الأعمال والإقناع والحوار والنقاش واليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل ولحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة بديها عالية جدا وقدرة على الإقناع وأهم شيء يعني حاول إنك تسيطر على إنفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة وبرضو بإمكانك تعزيز العلاقة مع الأحبة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيفتح لك مجال أو فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خفف من نفقاتك ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أو حتى تسوية مالية حاول إنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وانتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة وفي ساعات المساء احذر من بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالوضع المالي برج الدلو من نسبة لموليد برج الدلو طبعا أنتم اليوم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها الطاقة عالية جدا بما أن القمر صار موجود عندكم فشعبيتكم اليوم في تصاعد بدك تكون مستعد التحرك بكل الاتجاهات رح تتسلط الأضواء على قدراتك ورح تنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة هذه فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة فبدك تكون مستعد لأنه أيضا أنت اليوم ملفت للانتباه حتى للجنس الآخر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في بيت متاعبكم فاليوم بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكوا تخلدوا للراحة بتسجل أو بيسجل هذا اليوم فترة من الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة وبالتنفيذ لأي مشروع أو فكرة حاول تأجلها لا يوم الغد لا يوصل القمر لا عندك حاول أنك تعمل بشكل روتيني قدر الإمكان وتخلص من عاداتك القديمة وإنشغل فقط زي ما حكينا بالمسائل الروتينية واحذر التأخير والخسائر والوعكات الصحية ما تتخذ قرارات وما تعصب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء